اشتركوا في القناة وصداوهم مع شرطة مكافحة الشغب أثناء محاولتها فضل وقفة في السياق نفسه تظاهر طلاب ممحون إلى المغرب مشاجدا في العاصمة نواكشود وأكد المشاركون في الوقفة أن منح طلاب 77 إلى المغرب خط أحمر مطالبين السلطات بالعمل على تسوية وضعيتهم عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماع بداية السنة القضائية 2021 في دورة عادية ثلاثة وهي ثاني دورة المجلس يرأسها محمد الشيخ الغسواني بعد دورة دجمبر من العام الماضي ويحجف الاجتماع السنوي إلى رسم ملامح السنة القضائية واتخاذ القرارات الهامة على مستوى القطاع وأشرى لمجلس خير اجتماعه تعينات واسعة بين الصفوف القضاء واستحدث محكمتي استئناف تجاريتين في كل من النواكشود والنواكشود ندد الحراك المناهض لمكبي النفايات بيتفريج بالقمع والتنكيل الذي تعرض له المحتجون وضيفا أنه يتمسك بحقه في المتابعات القانونية لكل من ثبت ومراسته لتعذيب المحتجين مطالبا بالإفراش الفوري عن المعتقلين واعتبر الحراك في بيان صادر عنه أن غلق المكبي ومعالجة آثاره قضية حياة أمود لا تقبل إنصاف الحلول وضيفا أنه يذكر السلطات بتعاهداتها التي قطعتها على نفسها نهارا جهارا والتي أعلنت فيها غلاق المكبي بشكل نهائي وفق نص البيان بإمكانكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا المجز وغيره مواجزي ونشرات برامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الأنترنت الليلة التاسعة تلتقونا من زيدان في نشرتنا لهذه الليلة السلام عليكم اشتركوا في القناة